اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرتين كل فرقة بتلعبها مرتين وبياخدوا الاول والتاني واحسن توالد جالبا المجموعة دي عشان قوية هيتاخد منها احسن ثالث عشان يروحوا يلعبوا النهايات كل الفرقة دي التمانية كلهم يروح يلعبوا النهايات في كجالي بعد شهر من الان تقريبا او اقل من شهر باذن الله عشان نروح نتناول مبرات النهاردة الاهلي واهلي بني غازي براحب بديوفي اللي بنوريني في الستوديو كابتن نبيل بخيط نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق اهلا بيك كابتن اهلا بيك كابتن هيسم واهلا بدمعير النادي الاهلي براحب بكابتن محمد سلعاوي نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر اهلا بيك كابتن محمد اهلا بيك كابتن هيسم وان شاء الله نكسب النهاردة طبعا احنا هنتابع وهنغطي يعني مبارات كرة السلة ولكن طبعا قلوبنا وكل دعواتنا نهاردة اكيد مع الفرقة السلة وايضا فريق كرة القدم اللي بيلعب النهاردة أو هيلعب النهاردة مع مازينبي دور قبل النهائي ومورات العودة في دور قبل النهائي لبطولة أفريقيا اللي هتقاوم على أستاذ القايرة في تمام الساعة العاشرة وعشان نعرف كمان أخبار الفريق وعشان نعرف استعداداته قبل المباراة خلينا نروح لكريم أحمد من أوتيل أو مقر أو فندو الإقامة عشان نتطمن على الفرقة تفضل كريم كل الاتحاية والتأدير ليه كابتن عينسام السعيد وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي بمشيئة الله النهاردة يكون يوم سعيد على مليون المصريين على جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بطاقة الحسم والتأه واللي المباراة النهائية يكون من الساعة القاهرة عندنا إصرار كبير جدا لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون على قدر مسؤولية كالعادة تكون عارفة أهمية هذه المباراة وهذه اللحظات وحضور الجماهير الكبير اللي رهانا الكبير جدا عليه إن شاء الله كابتن أيسم ساد القاهرة ستازين بمشيئة الله بخمسين ألف مشجع أهلاء وإن شاء الله بإذن الله يكونوا كالعادة ليهم كلمة السر الجمهور الحقيقة شيء عظيم جدا في هذه المباريات وتحديدا في كل المباريات لكن في المباريات بحجم البطولة الأفريقية مع فريق مميز وعنده أمل وعنده رغبة كبيرة جدا زي فريق مازينبي عشان كده الجمهور إن شاء الله بإذن الله يكون له دور كبير جدا مع التحضيرات الفنية المعتادة ميستر كورا لعبين في إصرار كبير في مجهود كبير جدا بوزر خلال الأيام الماضية تحديدا كمان في الجانب الطبي لإن إحنا ما بنشوف القائمة وبنشوف عودة عدد كبير جدا من اللاعبين كانوا غايبين وكان ليهم تأثير كبير خلال الفترة الماضية ما بنشوف إمام بيرجع تشوف حسين الشحات شوف ديانجل شوف عدد من اللاعبة متواجد في القائمة إضافات كبيرة جدا يمكن كنا عندنا نقص كبير خلال الفترة الفاتت في الغيابات وأيضا كمان في دكة البودلاء لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين الأمور ماشي بشكل طيب جدا بإذن الله إن شاء الله نهارده يكون كل التوفيق مع لعبتنا مع ميستر كولر 90 ديئة مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله نقدر نحسمها بالمجهود الكبير وبشخصية لعاب النادي الأهلي وبالروح المعتادة على كل لعابي النادي الأهلي كالعادة طبعا يا كابتن عيسى المتوجدين في فندو إقامة للأجواء الخاصة بالمباريات أجواء معتادة الحقيقة لكن انت عارف نهارده المباراة عشر مساء توقيت مميز شوية بالنسبة لي اللعابين الأساس يكون الجو فيه هدوء شوية حالة الحر الحقيقة والطقس كانت صعبة جدا لكن الحمد لله في هذه اللحظات ومع مرور الوقت إن شاء الله وفي موعد المباراة يكون المناخ وكل الظروف مهيئة إن شاء الله لكل فريق النادي الأهلي عايز أقول إن يمكن لحظات بسيطة جدا وتفصلنا عن المحاضرة الفنية الأخيرة لكل لعيب النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله يكون فيها استفادة الرجل بيحاول يأكد على كل الأمور نقاط القوة ضعف التشكيل للوجبات سيناريوهات المباراة يكون عاملة إزاي الرجل مقسم كل الأمور دي بشكل طيب جدا فبمشية لها إن شاء الله ينقصنا بس التوفيق لعيبة بزلت مجوك جدا في التدريبات سواء عملي أو نظري في المحاضرات لكن إن شاء الله بإذن الله التوفيق النهاردة لو معنا إن شاء الله بإذن الله زي ما بنقول بطاقة الحاسم والتأهل تكون لي المباراة النهائية ترتبات الأدرياء الحقيقة كالعادة طبعا مميزة جدا هنا في فندو اللي قامة زي ما بنقول بقى خلاص هنروح استاد القاهرة نشوف الأجواء بقى على الأرض الواقع لأنه ده أمر بيكون مهم جدا عايز أقول لك كابتان عيسى ويمكن كمان زميلي فاروق صلاح يعني متواجد في محيط استاد القاهرة هيكون عنده الرؤية الكبيرة ويكون عنده المعلومات الأكبر بشكل كبير جدا في الدخول والخروج والكسافة العددية الكبيرة والتأمين وكل الأمور دي الحقيقة بيكون مع زمينا فاروق صلاح اللي يمكن بدأ اليوم شوية من بدري لكن إحنا متواجدين في فندو اللي قامة الأمور زي ما بقول يا كابتان عيسى طيبة جدا ليه اللعبين إن شاء الله بإذن الله مستر كولر يكون موفق في اختيار التشكيل ده أمر مهم جدا زي ما قلنا على دكة البودلاء قلبه على قلب المتواجد في الملعب وده أمر مهم جدا عشان كان ربنا إن شاء الله بإذن الله يراضي كل اللعيبة لأن الروح الكبيرة اللي احنا بنشوفها مع لعبة النادي الأهلي مين يكون متواجد ده أمر بيفرق بشكل كبير جدا وتحديدا داخل النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله ليكون متواجد في التشكيل ليكون متواجد في القائمة يبزل كل المجهود الكبير اللي احنا منتظرين وإن شاء الله بإذن الله في 90 دقيقة بنعمل إن شاء الله ما تمتدش عن كده يا رب يا كابتن عيسى إن شاء الله دعواتك ودعواتك كل جمهور النادي الآلي بطاقة الحسم والتأهل تكون من استاد القاهرة كالعادة نكون مستمرين مع كل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي بننقل كل الأجواء والكوليس الخاصة بمباراة اليوم من فندو لقامة وحتى استاد القاهرة كريم أحمد بشكرك شكرا جزيرا وكل الدعوات والتمنيات النهاردة بالفوس 90 ديء إن شاء الله و50 ألف متفرج مع جهاز فني ولعبين رجالة إن شاء الله نتخطى هذه المباراة ونصعد النهائي يا رب إن شاء الله نفرح كلنا النهاردة ولكل مقام المقال والأهل دائما أبدا في المواقع الكبرى بتلاقيه موجود إن شاء الله كل التوفيق للنادي الآلي وخلينا أقول لحضراتكم إننا يعني السنة دي ممكن يكون فيه موسم تاريخي هيحصل للنادي الآلي عندنا كرة اليدة أهلية البطولة العالم عندنا كرة طائرة أهلية بالفعل البطولة العالم كرة السلة بتخوض منافسات أهي أفريقيا هذه عندنا برضو كرة القدم تأهلت بالفعل خلاص لعشرين خمسة وعشرين لبطولة العالم فلو نجح كرة السلة النهاردة أنها تتأهل لبطولة العالم هيكون عندنا أربع فرق رياضية جماعية بتلعب في بطولة العالم السلة الجاية وده حدث بتها يألي يعني أنا ما عنديش أرقام وما عنديش أي إحصايات لأي نادي عمل كده يعني على مستوى العالم ولكن نادي الأهلي السنة فاتت شارك بتلات فرق السنة دي إن شاء الله يزيد عليهم الطائرة يكونوا أربع فرق وهيكون إنجاز كبير يليك باسم النادي الأهلي أجل ديوفي كابت نبيل مباراة النهاردة مباراة صعبة النادي الأهلي يعني بعد دايماً أي مباراة بتخسارها حتى لو مباراة مش مؤثرة في مشوارك انت لسه يعني متصدر الجدول ولكن بيبقى فيه هزة في الفريق بتلاقي إن الاستارت حتى في الأول فيه شوية كهرباء وقلق كده شاف مباراة النهاردة إزاي بعد الضغط اللي احنا حطنا على نفسنا بعد خسارة مباراة اللي فاتت هي مباراة صعبة المباراة تعتبر كقوة متكافأة فريق فريق الليبي أهلي ليبيا فريق قوي وفي نفس الوقت المباراة اللي سابقة لنا معهم يعني رأي نهاية الكوارتر الثالث المباراة كتأكوان ولكن فرقنا حلا فرقنا قدرنا نعمل فرق قويس بس المباراة دي تأهنا لصدارة المجموعة أعتقد حتى بدون الرجوع للمباراة بتاع بكرة ممكن دي تبقى تدينها صدارة المجموعة والمباراة اللي بنجاي كسب أويلرز فكده برضو الدنيا الكهرابت شوية قوي عندهم يعني بقى التالت فرق الأخرى فما ماتش النهاردة بالنسبة لأهل بنغازي ماتش مهم جدا عشان يبدأ طبع مهم جدا عشان يدر يخش تاني يعني أهم يعني أصدق قولني أن المباراة النهاردة مباراة يعني مش سهلة على الفرق كبتنسلعوا وشافي زي المباراة النهاردة خاصة بقول أحداك أن احنا حطنا ضغط عصبي علينا كنا في جين عنه ولكن دي الرياضة ودي المباراة اللي بيبقى تردودية كتير أو يعني تلعب بست سبع مباراة وربعة وارج جدا تخسر مباراة متوفق شبورة شايف إزاي مباراة النهاردة بعد الضغط العصبي اللي احنا يعني منتعرض له خاصة في بداية المباراة لا أنا أعتقد أن ما فيش ضغط إن شاء الله هو المباراة طبعا صعبة ومباراة من أقوى المباراة في المجموعة دي نادي أهل بنغازي يضم مجموعة من محترفين جيدين وعندهم برضو لعيبة لبيين كويسين احنا لعبنا معهم اللعبة بقت كتاب مكشوف لبعض المدربين نفس الكلام وأنا شايف برضو إن لعبة الأهل لازم تركز لازم لعب مع بعض يدفاع عنه هجوما اللعبة الدفاع واللجوم هيريحهم تنفيذ علمات المدرب طبعا لكن مباراة لا تقبل القسمة على الاتنين مباراة مهمة جدا للفرقين بس احنا أهم لأن دي هتتملك الوصول للأدوار النهائية إن شاء الله بدون النظر للنتاج الأخرى نعم كابتل خلينا يعني برضو كالعادة وزا ما عودنا سادة ومشاهدين الجاهزة فنية الجاهز فني النادي الأهلي جاهز فني أو اللاعبين النادي الأهلي ابتدي بحضرتك الجاهز الفني اتفضل لك ابت سلعه الجاهز الفني النادي الأهلي الأسباني أجوستي بوشك مدير فني أحمد الجرحي مدرب عام رامد دياصي مدرب طري الغنام مدير الفريق وليد الخرات إداري محمد عز مخطط أحمال وتأهيل الإصابات ومعامر روان عادل من أحسن المعدين البدني وكان لعب سل قبل كده أحمد حسن أخصاء علاج طبيعي الدكتور محمد جاهد طبيب الفريق علاء لطفي محلل تقني فني محمد عيسى أخصاء إدتليك ومساج حمد إبكاس مهمات نعم ده كان الجهاز الفني طبعا للنادي الأهلي كلنا حفظناه مع بعض ولكن دايما بنحب نذكر السادة المشاهدين بالجهاز الفني الحقيقة اللي قادل ندي الأهلي لكثير من البطلات خاصة في السنتين ونص اللي فاتوا خلينا أقول لكم الفريد عنده كمان مشكلة كبيرة في ضغط المباريات الفترة اللي جاية عندنا البال بعد ما نخلصه عندنا كاس مصر عندنا دور قبل النهائي ونهائي عندنا دور قبل النهائي في السوبر عندنا كمان البال ممكن نلعب البال لنهايات الأول ونرجع نلعب الفاينالز لحسب ترتيب المباريات ولكن في شهر الفرقة دي متعرضة لضغوط كثيرة في وقت عندنا إصابات نتمنى طبعا كل التوفيق للفريق كابتنبيل أجل حددك أسماء لعبين النادي الأهلي اللي هيخدوا اللقاء النهاردة فضل يا كابتن قائمة رجال الأهلي إهاب أمين أربعة ماروان سرحان ستة سيف قيدار سبعة عيسى اليومز عشرة برنس علي 12 عمر جندي 13 أحمد مهيب 14 كريم حاتم 15 محمد أبو الناصر 23 توني ميتشل 24 باتريك جاردنر 28 مصطفى كيجو 34 عمر طارق 41 نعم أشكرك كابتن نبيل وإيه دي كان قائمة الفريق بس الحقيقة أنا عايزة أوضح بعض الأمور أو للنادي الأهلي النادي الأهلي في قائمته 13 لاعب منهم طبعا سيف حنداوي ده لاعب الـ NBA أكاديمي طب هتقول لي ليه بـ 13 من 12 كابتن لوايح البطولة بتقول أنه كل فريق لازم يستعين أو يختار لاعب من الـ NBA أكاديمي الـ NBA أو اللي راعي لهذه البطولة عامل أكاديمية بتضم مجموعة من اللعيبة الشباب صغار السن 16-17 سنة 18 سنة فكل نادي بيختار لاعب من اللعيبة دي يلعب معاه فإحنا اخترنا سيف هنداوي مناسبة سيف كايدار هنداوي هو ابن النادي الأهلي والتحك بالأكاديمية ودلوقتي والتحك ساب الأكاديمية والتحك أو آخر سنة لي دي وبعد كده يلتحك بأحد الجماعات ابتداء من الموسم القادم كل فرقة بتستعين بأربع أجانب أربع محترفين مش لازم يكونوا بيلعبوا معاك في الدوري اتنين لعيبة بيكونوا لازم من المحترفين دول أربع لعيبة من المحترفين دول اتنين منهم بيكون من داخل القرى الأفريقية أو أي جنسية أفريقية موجودة واتنين بيكونوا خارج القرى غالبا بيكونوا أمريكان طيب مين عندنا ومين عندهم خلينا كده نستعرض إحنا عندنا يعني لو تقدر حدكة بتسلعاوي تقدر تقولينا مين اللي أربع الأجانب بتوعنا عندنا عيسى ليونز وده أمريكي جنسية وعندنا توني ميتشيل ده برضو أمريكي جنسية باتريك جاردينز ده مصري معه جنسية برضو أمريكية بس هو لعب جنسيته المصرية في البتولة أعيوه ولعب مع المنتخب برضو نعم معه يلعب في المنتخب كمان صفك دار هندوي لعب الان بي ده عبارة عن لعب من أحدى ناشئين النادي الأهلي ومن أحسن للناشئين اللي كانوا صعدين مثل برينس عالي برينس عالي ده ما هو ده اللي بقوله هو أمريكي بالزبط ولأ برينس عالي غاني هو معه الجنسية الغانية مكتوب هنا فيه الناشنالية بتاعته فروم غانا غانا برينس عالي هو لاعب غاني وعشان كده ده أحد محترفين وعندنا ميتشل اتنين أمريكان اه اتنين أمريكان واتنين أفرقى منهم الاتنين الأفرقى منهم باتريك طيب بالنسبة لأهل ليبيا هم عندهم اتنين من جنوب السودان واتنين لعبة من الولايات المتحدة الأمريكية ونقول لحضراتكم كمان أسامين وبس خلينا نروح لأرض الملعب كما عودناكم من صالة الدكتور حسن مصطفى عشان نقول لحضراتكم أجواء ما قبل المباراة لقاء نادي الأهلي وأهلي بنغازي ومعانا مرسالتنا العزيزة هنا بلقاسم متفضل يعني يا مساء الخير عليك يا كابتن هيسم وعلى ضيفك الكرام وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الأهلي في كل مكان وجولة جديدة من جولات البال فور أو بالتحديد اللي طبعا اللي هتأهلنا أكيد لنهائيات البال اللي هتكون مقامة في رواندا حالي المجموعة أصبحت مشتعلة جدا الفرق كلها بتنافس للصعود يمكن بقى أكلمكم أكتر عن مباراة النهاردة طبعا بين النادي الأهلي المصري ونادي الأهلي الليبي هيكون بقى دربي عربي للمجموعة الحقيقة يعني الفرقين مركزين بشكل قوي جدا رجال النادي الأهلي المصري مركزين عشان عايزين بقى يحسنوا الصعود والتأهل لنهائيات بال فور وطبعا الأهلي الليبي أيضا عايز يفوز عشان يضمن الصعود كتاني المجموعة يعني هنشوف بقى مباراة الحقيقة كبيرة جدا بين الفرقين ويمكن مواجهتهم الأولى يعني كانت مواجهة قوية جدا كلنا شفناها ولكن رجال النادي الأهلي قدروا الحقيقة يحسنوا المباراة لصالحهم شفنا مباراة كبيرة جدا وانتهت زي ما قلت الرجال النادي الأهلي المصري بنتيجة 98-86 إن شاء الله بقى كمان النهار ده يقدروا يفوزوا في هذه المباراة ونكون بنحتفل كلنا بالحقيقة وصول النادي الأهلي لنهائيات بال فور يعني خليني أكلم حضراتكم أكتر عن استعدادات النادي الأهلي المصري مباراة طبعا ما كانش فيه مباراة لكن كان فيه ميران لرجال النادي الأهلي ميران كان الساعة 2 وربع رصال الدكتور حسن مصطفى استمر لمدة ساعتين والنهار ده كان فيه محضرة فنية بالفيديو طبعا مع ميستر وغاستي بوش عشان يتحدثوا عن كل الأمور المتعلقة بالمباراة النهار ده ويدرسوا الأهلي الليبي بشكل أكبر وبصورة أكبر عشان يكونوا مستعدين لمباراة النهار ده طبعا فيه حالة كبيرة جدا من التركيز رجال النادي الأهلي مركزين بشكل كبير جدا لكل عايز يفوز فيه المباراة النهار ده لأنه طبعا لو فائزوا إن شاء الله فيه مباراةهم النهار ده وكمان مباراةهم غدا ده بيسهل عليهم أكيد المشوار أكتر فيه نهائيات البطولة وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق والفوز في المباراة النهار ده كمان بقى عايزة طبعا أفكر جميع مشاهدين قناة نادي الأهلي بنتائج رجال الأهلي حتى الآن في هذه البطولة قدروا يفوزوا على فريق بانجي بنتيجة 85-79 طبعا قدروا يفوزوا على فريق سيتي أويلرز أيضا في المباراة الأولى بنتيجة 99-76 لكن تعرضوا لهذيمة في الدقائق الأخيرة الحقيقة من المباراة في المباراة الأخيرة بنتيجة 82-81 على فريق سيتي أويلرز وقدروا أيضا يفوزوا على فريق طبعا الأهلي اللي بنتيجة 98-86 إن شاء الله بقى النهار ده يكون الحظ حليف رجال النادي الأهلي ويحققوا فوز وزي ما قلت نكون بنحتفل بتأهل رجال النادي الأهلي يعني طبعا كمان خليني أقول لحضرتك كابتن هيسم أنه رجال النادي الأهلي متواجدين في الصالة يمكن من الساعة 7 ونص بدأوا بالفعل عمليات الإحماء ويمكن باين على وجوه اللعيبة الحقيقة التركيز الشديد جدا للمباراة طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ده على صعيد الاستعدادات كمان بقى خليني أكلمكم عن الأجواء يمكن نهار ده فيه إقبال شديد من الجماهير المتواجدين في الصالة وكمان إقبال شديد ده على تذاكر المباراة الأجواء الحقيقة مميزة جدا أجواء مشرفة للغاية الحقيقة للرياضة المصرية فيعني الحقيقة احنا على موعد مع مباراة قوية جدا سواء طبعا بين فرقتين فريق الأهل المصري والأهلي الليبي أو كمان بوجود الجماهير يعني ده الاستعدادات وكمان الأجواء من داخل صالة دكتور حسن مصطفى كمان طبعا قبل مختم كلامي بتفهمنا كل التوفيق لرجال نادي الأهلي لكرة قدم أمان فريق مازينبي إن شاء الله كمان بقى يتأهلوا النهار ده الليل فاينل البطولة الإفريقية والحقيقة هم دول بقى رجال النادي الأهلي وسيدات النادي الأهلي في جميع الألعاب بيشاركوا والحقيقة بمشاركة مشرفة للرياضة المصرية طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق سواء طبعا رجال كرة السلة وكمان رجال كرة القدم محددتك طبعا يا كابتن هايسام لو محددتك أي استفسارات والآن لعودة ليك مرة أخرى في الستوديو هاني أبو الآسم بشكرك شكرا جزيرة الحقيقة غطتنا كل النقاط اللي كنا محتاجين نعرفها وزا ما الزبيلة العزيزة قالت هاني أبو الآسم الملعب فيه جمهور لأن طبعا جماهير طبعا أهل بنغازي اللي بي موجودين في الصالة وكان المباراة الأولى برضو متوجدين بكسافة جمهور ندي الآن النهاردة هيكون أكيد موجود بكسافة عشان المباراة مهمة بس خليلي كمان قبل ما نروح الثاني منديان الثاني منديان لعب سانيجالي وده أول اللعيبة المحترفة من أفريقيا هلون لتنين من أفريقيا واثنين من أمريكا أو اثنين من خارج القرى أول لعب الثاني منديان ده لعب سانيجالي في عندنا كيرفين مارفي ده لعب أمريكي ده اللعب المحترف التاني بعد كده عندنا جاكسون ده اللعب المحترف التالت عندنا كيرفين مارفي وجاكسون لتنين أمريكيان يبا كده دول ثلاثة عندنا بعد كده إدريس منصور عندنا راشد الرشيدي وعندنا سليمان ديابيه ديباتيه ده اللعب من كودفور ده المحترف الرابع يبا كده عندنا كودفور السنغال واثنين أمريكان بس فيه نقطة مهمة جدا هم هنا عندهم أكتر من اللعب احنا عايزين نعرف ليه عندهم السنغال واثنين أمريكان ادي ثلاثة عندهم كودفور أربعة عندهم اثنين من جنوب السودان يعني فيه حوالي فيه عندهم مجموعة اللعبين هنعرف فيه لعيبة من دول أكيد معهم جنسية ليبية عشان كده مذكرين في الاسكورشي طيب قبل ما نكلم قبل ما نكمل طبعا قيمة فريق أهلي بنغازي خلينا نروح من أمام استاد القاهرة المباراة المهمة النهاردة قبل النهائي الأهلي ومازنبي والزميل عزيز فرقو صلاح من أمام الاستاد عشان إلينا أجواء ما قبل المباراة تفضل فرقو كل التحية لك يا كابتن هايسة برحب بيك وبرحب بضيوف مصر وكابتن مصر الكبار كابتن محمد السلعاء وكابتن نبيل بخيت وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ووجبة أهلوية خالصة بتقدم على قناة النادي الأهلي وقامير قناة النادي الأهلي بتنتقل ما بين الملعب من الطائرة للبل وبإذن الله بالتوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة النهاردة في البال وأيضا مواجهة النادي الأهلي أمام مازنبي خلينا أقول لك كابتن هايسة احنا موجدين أمام استاد القاهرة الدولي أو من داخل محيط استاد القاهرة الدولي جماهير النادي الأهلي بتعمل ملحمة يعني في الوقت اللي أنا بأكلمك فيها كابتن هايسة جماهير النادي الأهلي بتملأ جنبات استاد القاهرة بالكامل يعني ما فيش مكان لقدم جماهير النادي الأهلي جات من كل المحافظات ناس جاي من أسوان من اللقصر من إنا من أقصى الصعيد ناس جاي من الشرقية من اسكندرية من منصورة من البحيرة كل الأماكن النهاردة عندهم ثقة كبيرة جدا في العبل طبعا مجهود كبير جدا مبزول من الشركة الأفريقية من القيادات الأمنية الموجودين طبعا أبواب الأستاذ مفتوحة من الساعة 12 طبعا كابتناي سم تم تخصيص بوابة المدخل آلة رشدان لدخول جماهير المقصورة الرأسية والدرجة الأولى بوابة صلاح سالم لدخول الجماهير للدرجة الثالثة شمال والدرجة الثانية بينما بوابة طريق الناصر لدخول جماهير الدرجة الثالثة يمين عايز أقولك أن الجماهير النهاردة بتعمل ملحمة في الوقت اللي أنا أكلمك فيه تقدر تقول كل أستاذ القاهرة بالكامل امتلأ بكل جماهير النادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله لجمهورنا العظيم للنهاردة اللي يكون اللاعب رقم واحد كل التوفيق لفريقنا للنادي الأهلي النهاردة يقدر يحقق الانتصار عشان يعمل رقم قياس جديد في القارة الإفريقية بالصعود للنهاية الخامس على التوالي أنا موجود معك كمعنا كابتن أيسم لو فيه أي استفسار أو أي تساول فروس صلاح بشكرك شكرا جزيلا وقلوبنا مع الجماهير وقلوبنا مع فريق الكرة النهاردة إن شاء الله ربنا يكرمنا بفوز والتأهل يعني إن شاء الله بسهولة مش عايزين شد عصاب عزيزي دوننا تمشي كويس عشان نتأهل يعني آه آه كتروا لابي يعني إن شاء الله المواضيع نتأهل بأقل مجهود ومهم جدا نسجل بدر يا رب إن شاء الله النهاردة بإذن الرحمن أرجع لقائمة قائمة فريق ليبيا أو الأهل بني غازي خلينا نروح لأنيس المرشدي رقم 13 عندنا إسماعيل عبدالقادر رقم 14 عندنا كمان محمود بالحاج رقم 15 عندنا شفيان حماد رقم 24 عندنا مجهود دينج ده لاعب من جنوب السودان رقم 28 وعندنا غيس العبدالرحمن ده ليبي طبعا عندنا كمان جو لوال ده لاعب من جنوب السودان طب تنابيل يعني تعليقك يا على القائمة بتاعت أهل بني غازي خاصة أنهم الحقيقة يعني ما عندهمش الأطوال بتاعت مبارح بتاعت ويلرز ولا الأطوال بتاعتهم ولكن هم ممكن يكون عندهم بعض السرعة لأن منهم ستة منهم أربعة أفرقة يعني أو بإصحاب البشرة السمراء فالموضوع يعني ممكن يكون صعب شوية في السرعة رأيك يا كبير أول فريق فيه أربعة محليين كويسين جدا اللي هو محمود بالحاج وعيسر الرحمن ويدريزيو وصوفيان جومانجي صوفيان جومانجي ده طويل يعني طوله حوالي اثنين متر عشرة حاجة زي كده ويدخوا عرباهم بلعيب كويس ودول المحليين بتوعهم نعم المميزين عندهم سليمان دياباتي أو سولي دياباتي ده من كودر فوار لعب أربعة بال لا بالترث نسخ اللي فاته والنسخة دي آه لعب الأربعة نسخ ومنها اثنين كسبهم واحدة كان مع الزمالك واحدة مع المنستري ده ما شاء الله علي عنده معدل عالي جدا فأطعب قرات والاستين كيبن ميرفي برضو ده لعيب مهم جدا أمريكاني بيلعب تمانية وتلاتين ديئة تقريبا في كل مباراة رقم أربعة آه معدل التسجيل بتاعه واحد وعشرين نقطة وتمانية من عشرة نعم وده بأرضو لعيب مهم جدا وعلى طول متوجد في الملعب هو الغالبية بيلعب بالأجانب آه يعني طول الوقت الأجانب في الملعب آه بير جاكسون ده برضو كويس جدا ده أمريكاني معدل السيست بتاعه عادي والرميات الحرة بتاعته فوق التمانين في المية نعم في المطش بتاعنا جاب ستة عشرين بوم فيعتبر من اللعيبة المهمة أقافها جدا في المباراة دي عندهم اتنين من جنوب السودان دولة معدل رباون عندهم عالي وبردو عندهم بلوك كويس بس هم كده عندهم لعيب زيادة كابتن يعني احنا عنده قلنا لعيب السنغالي ده جاي من الام بي هم عندهم ستة لعيب زيادة السنغالي ده مكتوب قدامه بل إليفيت بل إليفيت يعني هو جاي من الام بي أكاديم زي مباراة زي خمان مباراة زي سيف هنده وعندنا ولكن يتبقى اتنين من جنوب السودان واثنين من أمريكا واحد من كود ديفوار أنا أتوقع ان كود ديفوار ممكن يعني لعب من خمسة دول خد بنسية أو خد بصفور ليبي عشان كده بيلعب مش بالجنسية والأصلية بس هما ما زالوا كاتبين ناشناليتي بتاعته الأصلية تفضل لكابتال نبي الفريق ابتدى للمباريات كويس جدا بس برضو عنده ضروب بقاله مبارتين في المبارتين بتاعت الأهلي وبتاعت بنجاي لا بتاعت أصدي سيتي أويلر النهارة المباراة مهمة بالنسبة لهم زي ما مهمة بالنسبة لنا المداربين يعطيوا بارو بعد أربع مباريات كل واحد أرى الفرق اللي موجودة في نفس الوقت اللعيبة المتواجدة كله عرف مواطن القوة في الفرق التانية فده برضو هيبقى بالنسبة لنا احنا أعتقد أنه داوة بمط بالنسبة لنا مهم أن احنا نلعب عليه نعم وخلينا أقول لك كابتن أن ديباتيل اللي كنا بنتكلم عنه سليماني ديباتيل لاعب السنة اللي فانت بقى النسخة التالتة مع بيترول دي لواندا لاعب مع لواندا أو بيترول لواندا ده تقريبا فرق أنجولي لعب معهم السنة اللي فانت والسنة دي بيلعب مع أهل اللي بيه أو أهل بنغازي وفيه جايبين طبعا الفورمر كلاب أو الأندية السابقة ليهم كلهم كانوا بيلعبوا في الأندية الحقيقة كبيرة يعني كل اللعيبة الأجانب يعني فرقة أهل بنغازي بس أنا أتوقع كابتن هم نعيسهم لانسجام لأنه هو الأسامي اللي أنا شايفه قدامي في بسكورشي دي أسامي كبيرة كمان تيلة أقطة كبيرة بس وضع إحنا ملحوش يتأقلموا مع بعض أو ملحوش أو جمبة آخرين أو ما اتمرنوش مع بعض مداري بتاعهم سيربي وكان يعني مبالوش فترة طويلة بتصعد أدخد أن مستر جوستي يعني 100% مفاتيح اللعيبة دي كلها يكون عمل على أغلاقها يعني إفانجريميتش دالبا اللي سكور عالي جدا بالنسبة للعيبة اللعيبة اللي سكور فيه ناس معدلات بتاعتها عالية جدا وفيه معدلات ريباوند عالية جدا 100% مستر جوستي كل الحاجات دي حطواها في الأسباب طيب إحنا عندنا طاقم التحكيم يا كابتن هيبقى فيه حكم من موزنبيق وحكم من الولايات المتحدة الأمريكية من الان بي دول اللي هيكونوا على أرض الملعب وعندنا كمان حكم من السنغال دول دول طاقم التحكيم تاني حكم لا الحكام من آسف المرائب من زمبابوي المرائب من زمبابوي لما التلات حكام حكم من الولايات المتحدة الأمريكية حكم من سنغال وحكم من تونس خديجة دي هتبقى أمريكية خديجة يو إس إيه في حكم من أمريكا اسمها خديجة وحكم الثاني ما بيه من السنغال وعمر من تونس دولي طاقم التحكيم اللي يحكم النهار ده حكم حكم من زي ما قلنا من يو إس إيه وحكم من السنغال وحكم من تونس ده طاقم التحكيم النهار ده وطمshop وحكم دايما بيحافزوا على وجود حكم من الان بي او حكم من يو اس اي موجود فيه الملعب جاي من الان بي اي بيبقى موجود ومع اتنين حكام كمان من الطاقم الان الطاقم بيبقى ثلاث حكام بيكون الحكامين التانين افارقة عشان يعني يتعلموا او يعيشوا الاجواء هي عبارة عن البال دي عبارة عن مدرسة كله للاعيب ومدربين وحكام وكل حاجة احنا لما عملنا يعني استضفنا مستر امدو رئيس البال قال كمان الحمد لله هو يعني الراجل ادينا معلومات مهمة جدا ان فيه ورك شوبس او ورش بتشتغل جانب البطولة ودي بيبقى لي اهمية كديرة سواء المدربين للحكام اللي اللعبين خلاص لحظات ومدربين المباراة استغذيناك يا كابتن سلعاوة استغذيناك كابتن نبيل لحظات وتنطلق المباراة خلينا نروح لمجمع الدكتور حسن مصطفى نقل احداث مباراة الاهل واهل ليبيا المباراة يعني ان شاء الله تيجي في جيم فايف من جمع الدكتور حسن مصطفى لحظات وتنطلق المباراة مع معلقنا الكابتن احمد منع فإلى هنا شكرا معلقنا الكابتن احمد منع إذا انتهت أحداث الفترة الأولى والثانية بتقدم أهل ليبيا 45-42 حقيقة مباراة يعني احنا مصعبين عن نفسنا بشكل كبير ممكن لدينا تمشي أسهل من كده هما سراع بس الحقيقة نتكلم تفصليا مع ضيوفي كابتن سلعاوي برحب حددك المرة التانية أعلم بي كابتن نبيل برحب حددك المرة التانية كابتن سلعاوي عندك أكيد تقوله في الفترة الأولى والتانية خاصة أنه برضو مازال يعني فيه بطء شوية في الأداء هو فيه بطء شوية في الأداء لكن احنا هنقسم المباراة لشوت أول وشوتين شوت الأولاني كان فيه بداية قوية جدا من الأهلي وصلت الفرق العشر نقاط لصالحنا بعد كده حصل هبوط في فريق الأهلي قدر فريق أهلي بنغازي يعوض وتبقى العملية سكور يعني زي بعض لعبة ليبيا لعبة متسرعين أو بياميلوا للعشوائية شوية في اللعب أو حتى المحترفين لك أنا أعتقد النهاردة اللعيبة المواطنة اللي هم الليبيين كانوا أفضل شوية جويس النهاردة كويس جدا والشوت الأولاني كان فيه عيسى شوية على فترات عمر طارق على فترات مع عيسى مع لعب ليبيا انتهى الشوت الأولاني 25-21 الشوت ثاني ألاقي إن فرقة ليبيا هاي اللي في أول الجيم كان عندها صحوة جمدة جدا وبعد كده الأهلي قدر يرجع بسرعة للجيم لكن كان فيه تصرع في إنهاء العجمات إحنا عندنا مشكلة بطء في الرجوع بطريقة غير طبيعية أو المدرب السربي في الاتنين أنا شايف أنا شايف لعب تصرع وبيميل إلى الفردة في بعض الأوقات مدرب بنغازي أعتقد دارس الفرقة النادي الأهلي كويس جدا بيلعب على نقطة واحدة جدا أو محافظ لعبته لعبة أو اتنين بحفظينها بإيجادة زائد إن هو محافظهم إن أما تلم الكرة إيجي بسرعة على النادي الأهلي لأنه هو حسن رجوع النادي الأهلي بطيء فده أدى إلى ثلاثة أمور لكن إن شاء الله أنا على ثقة إن الشوت الثالث والشوت الرابع هتقدر تصلح الأوضاع وحس اللعيبة لازم اللعيبة تحس المسؤولية النهاردة المطش ده هو اللي يوصلك لنهايات دون الانتظار لأي نتيجة لأنه ما عرفش المفاجآت ما عرفش الفرق ما هتعمل إيه مع بعض لكن المباراة دي لا تقبل بصراحة قسمة وما استحال أنه دي الأهلي يخسر متشين أربعاً شاء الله نكسب النهاردة جابت نبيل عند حدك أكيد أمور فنية كثيرة تقولها على الفترة الأولى والثانية نحن ابتدنا الكوارتر الأولاني كويس درنا من ننهيه 25-21 في الكوارتر الثاني أنا أتوقع أن المدرب بتاع بني غازي هو اللي قال لهم إن هم لازم يجروا على فرقة النادي الأهلي بسرعة ولازم يخلوا الجيم بدني شوية ده هيرهق فرقة الأهلي واتوقع أن نحن هنفطل الموضوع ده ونوقفه برضو هو لعب برضو زون كتير علشان خاطر هو شايف أن نحن يعني مش عارفين نلعب على الزون كويس فهو لعب زون كتير ومنه قدر يهجم هجوم سريع هجومه السريع يعني يعتبر شوية غير منظم لكن هو بيحاول في ترانزيشن أوفينس إنه هو يجري علينا حتى لو هو هجومه مش منظم هيستفاد إنه هو يخلينا في حالة على طول إنه إحنا بنجري وده هيتعبنا بدنيا خلال الشوت التاني بدنيا طيب أستاذينكم يا جماعة بس فيه الإحصائيات اللي جاتين لهم بالقادي الملعب شكرا جزيلا دي الإحصائيات هنخلينا نقرأ أكتر أداء الفرقتين وأستاذ انديوفي يكونوا يعني معانا في الإحصائيات هنبص على أهل بنغازي الأول لوال طبعا يأدي يجي هدف الفريق ب13 نقطة طبعا لوال رقم كام يا كابتل لوال لوال بالضبط رقم 41 لاعب رقم 41 ده 13 نقطة وده هدف طبعا أهل بنغازي جاي بفيلد يقول 4 من 9 النسبة مش وحشة كويسة 7 باوند 1 أسست عندنا غيس طبعا يعني غيثي اللاعب الليبي رقم 10 لا أنا مش عارف رقم ولكنه حطى 10 بوند الفيلد جول يا كابتل 4 من 5 نتكلم نهارده في 80% في الفيلد جول عالية جدا رقم 34 رقم 34 ريباوند 3 أسست 0 عندك بير طبعا جاكسون حاطت 7 نقاط فيلد جول يعني 3 من 9 قليلة لأن ده دليل هو فيه هجوم كتير وبيحاول كتير جاكسون على الحلقة 2 ريباوند 5 أسست 5 أسست كتير أوه يا كابتل وأكتر لعب في المباراة عامل أسست جاكسون لعب الأهلي بنغازي رقم 5 بعد كده سوفيان فتحي لعب ليبي حط 6 بوند فيلد جول 4 ثلاثة يعني 3 محاولات من 6 بوند 1 ريباوند أسست 1 ماجوك دينج حاطت 6 بوند 7 من 2 أو 2 من 7 فيلد جول قليلة جدا النسبة دي ده دليل برضو نحاول كتير على الحلقة ما كانش موفق وريباوند 4 أسست ونروح على النادي الأهلي طبعا ميتشل هو هداف الفرقة حتى الآن برصيد 10 نقاط فيلد جول 4 من 6 حط 4 يعني عمل 6 محاولات جاب منهم 4 جاي بتاتة ريباوند أسست 0 عندك أمر طارق 6 بوند فيلد جول 3 من 5 حاول 5 محاولات على الحلقة جاب 3 ريباوند 5 لا أمر عنده أكتر من كده في ريباوند باتريك جاردنر 5 بوند حطهم وراء بعد وده كان عمل الفرق برضو لينا فيلد جول بتاعه 2 من 2 ريباوند بتاعه 1 ده دليل أنه يعني ما شاء الله نسبه عالية جدا مارك ستيفن لوينز لعب أو عيسى لوينز لعب النادي الأهلي 5 نقاط فيلد جول 4 من 2 أسست 3 إيهاب أمين 5 نقاط فيلد جول 50% جاب محاولتين من 4 ريباوند 2 ولكن الملاحظة هنا فيه ملاحظين ريباوند والأسست أسست احنا عندنا زيب ريباوند احنا بالنسبان احنا عاملين 11 ريباوند هم عاملين 17 اه الريباوند عندنا اه الريباوند عندنا أقل بالكتير احنا الأسست أو المساعدات احنا 3 هم 8 اه حطونا حساءات تانية أجملية شكرا هنا كابتن الـ احنا عطينا 22-45 الفيلد جول نفس النسبة 22-40% الأسست هم أكتر معنى كده ان هما بلعبوا لعب بجماعة أكتر يكباتهم الـ ستيلز هم عاملين 5 ستيل احنا عاملين 3 معنى كده ان فيه ضغط عكورة ستري بوينت احنا نسبتنا أعلى من كتير النهاردة كابت النبيل نسبتنا علي 5 من 9 هما 2 من 9 احنا نسبتنا عدية 50% النهاردة نسبتنا بتاتة بونت بصراحة اونفاير اتحسنت احسنت اونفاير ويمكن دي اللي زبطة معنا الجيم بالرغم وده ان أرقامنا أرقامهم متشابه بس دي سري بوينت من المؤشرات اللي تتديك تركيز الفريق تمام بس احنا فيه حاجات فيه أسست مفوض يبقى فيه لعب جماعة أكتر من كده كابتن يعني النهاردة احنا الأسست بتاعنا وليل جدا ده دليل ان النهاردة فيه لعب فردي تحليلك ايه الرقام دي كابتن هو الأسست عندنا برضو عندهم هما عالي لان هما بيحاولوا يهجموا هجوم سريع فأغلب البساكب بتاعتهم كانت من الهجوم السريع مش من ال سيد بلاي نعم فده خلى الأسست عندهم يعتبر عالي زائد ان هو فعلا بيرد جاكسون ده في المطشاط كلها معدل الأسست بتاعه خمسة وثمانية من عشرة فيعتبر ان هو من ناس اللي بتعرف تدخل وتباصي كويس او بتعرف تعمل وتدي أسست للبيت اللعيب لان هو في بقية المباريات كلها الأسست المعدل بتاعه خمسة وثمانية من عشرة فده برضو أسست عالي ممتاز طيب كابتن نبيل احب اوضح لك بعض الامور الاتحاد لبيا او فريق ليبيا او اهلي ليبيا لعب بتمان لعبين لعب بتمان لعبين ولكن في لعب منهم لعب أربع ثواني أربع ثواني فقط أدريس منصور لعب أربع ثواني بالزبط ننزلو يمكن في آخر الكوارتر التاني ممكن عشان في آخر المباراة حاجة زي كده وبعد طايم هاوت لعب أربع ثواني فقط أكتر اللعبين مشاركة هم الأجانب يعني كيفن لعب حوالي 20 دقيقة اي ده ده لعب 20 دقيقة لعب دقيقة كيفن لعب الشبين كيفن ميربي هو معدل 38 دقيقة في كل مباراة الأجانب ما بيطلعوش من الملعب حرفيا ما بيطلعوش من الملعب هو زي الليبيين اه هو أول مرة المباراة دقيقة يعني يدي تايم لناس الليبيين في مباراة هو لا هو اكتر اه يعني النهاردة عندنا محمود عبد الله عبد الله لعب 6 دقايق طبعا محمود الحج اه سوفيان فتح لعب 8 دقايق صح ملاحظة صحيح يا كابتن يتدلبيين اكتر النهاردة اه لعبهم اه عندك اه عندك طبعا ملوكه سلق لا ملوكه ده مش عندك كمان رسى عبد الرحمن برضو هتلاقي رسى عبد الرحمن لعب صحيح عندنا في النادي الاهلي لعب بكم لعب انا اقول لك بقى كابتن برضو لعبنا بتامن لعبين تامن لعبين برضو ماتش مقفول ماتش مدربين اه اكتر لعب عندنا لعب في الملعب لا احنا لعبنا اكتر بص يا كابتن احنا لعبنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لا لا مستر جوست النهاردة عمل روتشان عالي عشان ماتش بكرة كمان فيش اللي اتنين يا كابتن لعبوش مهيبو سبحان بالزبط مروان سبحان وكايدار هم التلاتة من تلاتاشر لعب لعب عشر لعب النهاردة لا لا دي ملاحظة مهمة النهاردة مستر اجوست يا كابتن سالعوي بص على ماتش بكرة كمان يعني عايز يكسب بقى اللي مجود النهاردة بس برضو انت مهم تكسب يوزع الحملة كمان على اللعب اكتر لعب اكتر لعب عندنا لعب هاب امين اتناشر دقيقة والتلاتاشر دقيقة بالزبط هاب امين لعب اكتر واحد عندنا وبعد كده مارك لعب عندنا عشر دايق او عشر دايق اول مثلا عشر دايق ونص عندنا توني ميتش اللعب حداشر دقيقة ونص كلهم تقليما زي بعض هاب هاب او عمر طارق حداشر دقيقة او تلت يعني الارقام كلها متقربة ولكن احنا لعبنا بعشر لعبين كابتن سالعوي مطالب مننا في تلت ورادة مطالب مننا ايه انا في رأي الشخصي ان مطالب ان احنا نرجع لفرض اسلوب لعبنا والسيطرياتنا على الملعب لان اي فريق بيفرد اسلوب لعب على الخصم هو اللي بيبتحكم في امور الملعب هم هجومهم سريع وهجوم عشوائي وجري وبدني احنا لازم نستخدم شوية زكاء وشوية اا يعني الكرة غالية تصبح الكرة عندنا غالية الباسكت غالية المباراة دي اهم من المباراة بكرة انا في رأي الشخصي لان المباراة دي توصلك دايريكت نعم للمبتولة نعم كابت النبيل يعطيته رابع مطالب نعمل ايه احنا لازم نوقف الترانزيشن أوفنسف بتاعهم او الهجوم السريع بتاعهم عشان نوقف الهجوم السريع ده لازم نعطل اول كرة نعم ماينفعش اول كرة تطلع سريعة ولاقي ثلاث لعيبة او اربع لعيبة هجمين على اتنين من عندنا لازم اقرب واحد لبكرة يعطلها والاربع لعيبة تانيين يرجعوا بسرعة في اللينز بتاعهم عشان يوقفوا الكرة دي لو قدرنا نوقف لهم الهجوم السريع اعتقد ان المباراة تبقى اسهل بالنسبة اشكرك يا كابتن نبيل عزيزي المشهدين خلينا نرجع تاني الصالة المجمع او مجمع الدكتور حسن مصطفى عشان ننقل لحضركم احداث الفترة الثالثة والربع اهلي النادي الاهلي طبعا اهلي مصر واهلي ليبيا في مباراة الخامسة في البسكتبول افريكا الليج فور ومعلقنا الكابتن احمد مناع في الى هناك شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع الف من اليوم مبروك فوز النادي الاهلي النهاردة على الاهلي ليبيا بنتيجة 87 76 ويحسم كده النادي الاهلي صدرت المجموعة ان شاء الله اكتر سهولة خلينا نرجع بقى من صالة الدكتور حسن مصطفى عشان استاد القاهرة ومباراة الاهلي ومازنبي عودة او لقاء العودة في قبل نهاء كأس افريقيا وزميل العزيزة الكابتن ايمن شاوي والستوديو التحليلي من قناة النادي الاهلي كابتن ايمن ان شاء الله خير على حضرتك مبروك لكورة السلة وان شاء الله نبرك لبعض بعد المباراة اهل النادي الاهلي لنهاية كورة القدم بسيخ خير كابتن ايسم الف مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله فريق كورة القدم يمشي ان شاء الله بقى على حزل فريق كورة السلة وانهني بعض زي ما انت قلت ان شاء الله بتاهل النادي الاهلي للدور النهاية لبطورة افريقيا للمرة الخامسة على التوالي ان شاء الله كابتن ايسم اشتركوا في القناة